نحافظ على الحنجرة إزاي؟ لازم نعرف إيه اللي بيضر الحنجرة إحنا دايماً أنت عارفة أن الدراسة في مصر للطب بتبقى بلغة الإنجليزية نعم فإحنا دايماً متعودين كنا أن فيه 4S الأربعة S هي دي اللي بننصح بيها بالنسبة للمحافظة على الحنجرة أربعة S هم دول اللي بيضروا الحنجرة أيها تمام نمرة واحد التدخين أو ما يعدله بقى يعني ما يجيش واحد يقوله بتدخل يقولي لأ وفي الأخير يطلع بيشرب شيشة يقولك لا بيشرب شجائر بشيش بس التدخين بأنواعه ونقدر نضمله بقى الأتربة والغازات وكل ما هو حاجة بتتشم وتأذي الحنجرة نعم نيجي تاني S أو المشروبات الروحية الكحليات اللي بيستعملوا طبعاً مشروبات فيها كحول دي كلها برضو بتضر الحنجرة تلاتة ده سبايسز أو التواب الحريفة الحرق الفلفل الشطة الخلطات اللي بتشملهم التباسكور مش عارف إيه كل الحاجات الكاتشاب الحرق كل الحاجات دي كل ده أو أما يطلب مثلاً أكله ويقوله عايزه حرق عايزه حريف عايزه كذا في حاجات كده كل ده بيأذي برضو الحنجرة كتره يأذي طبعاً واستعماله عموماً يعني دي ما هيش حاجة مفيدة للصوت ولا للحنجرة نعم نعم نيجي كمان آخر واحدة ساوند بقى الاس اللي هو الصوت ان الزعيق واستعمال الصوت بطريقة خاطئة الصوت ده عشان استعماله بطريقة مظبوعة افرض مثلاً حد بيستعمل صوته كتير مغني مدرس ممثل أم دول بياخد أم طول النار بتستعمل صوتها بالعيال ها بس دي مش بتاخد تدريبات طول النار بتصوت في العيال وانا لسه هقول اللي بيستعمله الصوت بطريقة يعني تخصصية بروفيشنال يعني زي بقول لحررتك المغني الممثل كده بياخد حاجة اسمها تدريبات للصوت عشان يعرف ينتقل الفوكاليز مظبوط ينتقل بالطبقات وما يخشش على حاجة مرة واحدة يقوم يخبط الأحبال الصوتية في بعض بتتأذي فده بياخد تدريبات طب فيه ناس بقى بتستعمل الصوت وبقيد خالص عن التدريبات دي احنا قلنا الممثل والمغني طب ما المدرس أستاذ الجامعة مش هياخد بوكاليز ما بياخدش الباع الجائلين اللي بيمشي يزعق في الشارع قرب 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 كل ده بيستعمل برضه وبيزعق زيادة زي محرك زكارتي الأمهات اللي عندها أطفال سؤالين وبتحاول تزعق أو بتزعق كتير كل ده بيدر الصوت فلازم ناخد بالنا ان احنا حتة الزيق دي نتجنبها وبلاش الزيق اللي بيجي بسرخة مرة واحدة ده نضيق زي الحمد يعني الفجاء كمان هو أكثر مضرر طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر